تدعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا وضعاً جديداً ومختلفاً على العالم أجمع تمثل في زيادة أسعار الطاقة والوقود بقيم غير مسبوقة نتكد نقص المتاح من المعروض ورغم هذا الوضع لأن مصر أقل دول في أسعار البنزين عالمياً رغم أزمة أوكرانيا اللافت أن مصر هي الدولة الأكثر حرصاً على مراعاة البعض الاجتماعي في تسعير الوقود فعلى الرغم من أن السعر المتوسط للبنزين بلغ عالمياً دولاراً و47 سنة للليتر الواحد وذلك منذ بداية شهر يوليو الجاري إلى أن مصر حافظت على استمرار دعم السولار وتثبيت سعره لفترة تجاوزت 30 شهراً دون تغيير رغم زياداته عالمياً بأكثر من الضعف ونتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل سريع وكبير عالمياً حيث تجاوزت الأسعار مستوى 120 دولار للبرميل خلال العام الماضي بعد أن كان بين 60 و70 دولار ونتيجة للوضع الاستثنائي لأزمة أوكرانيا تحملت الدولة فارق السعر العالمي لكنها اضطرت لتحريك سعر الوقود تفادياً لتأثر دعم الإسكان الاجتماعي والسلع التمونية والقروض الميسرة وأيضاً العلاق على نفقة الدولة وغير ذلك من أشكال الدعم ورغم تداعية الأزمة العالمية قامت الدولة بزيادة دعمها للمواد البترولية بأكثر من عشرة مليارات جنيها ليصل إلى 28 مليار جنيها بعد أن كان 18 مليار وأربعمائة مليون جنيه خلال العام الماضي كما حرصت الدولة على زيادة الدعم في الموازنة ليصل إلى 30 مليار جنيها وتعد مصر الآن من أرخص الدول في أسعار البنزين فمصر الدولة رقم 13 من حيث انخفاض سعر البنزين والسابعة من حيث انخفاض سعر السولار فلتر السولار في مصر حتى بعد رفعه سعره يعد أرخص من روسيا التي تعد من أكبر المصدرين للطاقة بالعالم وأرخص من الإمارات والبحرين وقطر ومن دول المنطقة كلها بشكل عام مشاهدين كان هذا عرضا حول جهود الدولة نحو الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والتعامل الجيد مع مستجدات سوق الطاقة في ظل استمرار تداعيات أزمة أوكرانيا شكرا على حسن المتابعة اشتركوا في القناة